مجلس القيادة يحذر الحوثيين من التمادي في الاعتداءات ويؤكد جاهزية الجيش للردع ومحمر التعز يؤكد فشل الحوث في اختراق مواقعه سلطات الجوف تطالب بإسناد قبيلة بن نوف في مواجهتها ضد الحوث وتقرير يرصد ألاف الانتهاكات الحوثية خلال نصف عام والرئاسي يتعهد بالوفاء بالتزامات الدولة والمضي في برنامج الإصلاحات الشاملة موسيقى 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 نشرة التاسعة من يمن شباب أهلا بكم موسيقى موسيقى من التمادي في اعتداءاتها العسكرية وانتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان وأكد اجتماع للمجلس اليوم الخميس في الرياض جاهزية الجيش الوطني لردع أي تصعيد أو مغامرات لتقويد فرص السلام التي يتعاطى معها المجلس والحكومة بكل إيجابية ضمن مساعيهم الحثيثة لتخفيف المعاناة الإنسانية التي صنعتها هذه الميليشيا الفاشية ودع مجلس القيادة الرئاسي المجتمع الدولي إلى مغادرة حالة الصمت إزاء التعنت الحثي والاستجابة لتطلعات الشعب اليمني في بناء دولته العصرية وحقها الحصري في احتكار القوة وضمان مشاركة جميع اليمنيين في صناعة المستقبل المشرق الذي يستحقونه ميدانيا أعلن المحور العسكري في محافظة تاعز عن إفشال محاولات لميليشيا الحوث الإرهابية لاختراق مواقع الجيش الوطني والمقاومة وقال العميد عبد العزيز المجيدي أركان حرب المحور في تقرير تم استعراضه أمام اللجنة الأمنية إن الميليشيا لن تتقدم خطوة واحدة وقوات الجيش صامدة في الجبهات وكانت ميليشيا الحوثي قد شنت أمس الأربعاء ثلاث غارات بالطيران المسير على منطقة الجبال في محيط السجن المركزي في الريف الغربي للمدينة بالتزامن مع قصف مماثل استهدف طريق الضباب الحيوي المؤدي إلى المدينة ما أسفر عن إصابة مدني وفقا لمصادر يأتي هذا في وقت تواصل فيه الميليشيا الإرهابية حصارها الجائرة على مدينة تعز الذي دخل سنته التاسعة وترفض الاستجابة لمبادرات محلية ودولية بإنهاء هذا الحصار وفتح الطرق الرئيسية المغلقة من جانبها هذا وكانت اللجنة الأمنية قد كرست اجتماعها برئاسة المحافظ نبيل شمسان لمناقشة الأوضاع والمستجدات العسكرية والأمنية وأشاد المحافظ بثبات المقاتلين وتضحياتهم العظيمة لكسر شوكة الميليشيا والتصدي لهجماتها اليومية وما تبذله الأجهزة الأمنية من جهود لتعزيز الأمن والاستقرار في المحافظة ونوها شمسان بالتفاعل الكبير على المستوى المحلي والعالمي مع فعاليات توثيق ذاكرة المدينة بعد مضي ثماني سنوات من الحصار التي انطلقت لمدة أسبوع للفت أنظار العالم نحو هذه الجريمة ومطالبة المجتمع الدولي بالوفاء بالتزاماته بإنهاء الحصار بالطرق السلمية وفي ملف حصار تعز نظمت الدائرة الإعلامية بجامعة تعز اليوم الخميس ندوة لاستعراض جرائم الحصار الحوثية وتخاذل العالم الدولي معها وتضمنت أن ندوة ثلاثة محاور تمثلت في الأضرار الاقتصادية للحصار وأثاره على إمدادات المياه في المدينة والاستراتيجيات الإعلامية لتدويل هذا الملف ونددت أوراق الندوة بالتخاذل الأممي والدولي تجاه الحصار الحوثي معتبرين ذلك مشاركة في الجريمة ودعما للإرهاب وتأتي الندوة ضمن سلسلة الفعاليات الحقوقية التي بدأت يوم الخميس الماضي في حاملة واسعة لفضح جريمة الحصار وكشف أثارها وتداعياتها للعالم في ذات الملف أحصت هيئة مدنية تفجير ميليشيا الحوثي الإرهابية أكثر من مائة وخمسين منزلا في تعز ضمن قرابة ألف منزل فجرتها في عدد من المحافظات منذ اجتياحها للعاصمة صنعاء وانقلابها على الدولة في العام 2014 وبحسب خديجة علي المدير التنفيذي للهيئة المدنية لضحايا تفجير المنازل في اليمن فإن محافظة تعز تأتي في مقدمة المحافظات التي طالتها جرائم تفجير المنازل بواقع مائة وثلاثة وخمسين منزلا في ظل حصارها المستمر على المدينة والذي دخل سنته التاسعة وقالت المسؤولة في الهيئة إن الميليشيا الحوثية مستمرة في هذه الجرائم نظرا لعدم وجود عقوبات رادعة لها في وقت أكدت فيه أن الهيئة تعتزم رفع دعاوى قضائية لمحاكمة من قاموا بتلك الجرائم وتعويض من فجرت منازلهم وانتقدت المديرة التنفيذية للهيئة صمت المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والمبعوث الأممي إلى اليمن هونسي جرومبيرغ عن تلك الجرائم وعدم إعطاء هذا الملف أي أهمية في أجندتهم نبقى في تعز حيث أقدمت ميليشيا الحوث الإرهابية على تصفية اثنين من عناصرها المحلية ضمن نزاع على الجبايات وأعمال النهب مصادر محلية قالت ليمن شباب إن الميليشيا الإرهابية قتلت عنصرين في مديرية دمنة خدير أحدهما نجل شقيق قيادي متحوث ووفق المصادر فإن عملية التصفية طالت أنور عبدالخالق الجابري نجل شقيق القيادي المتحوث عبدالوالي الجابري في قرية حلحلة ووقعت العملية عقب خلاف على عائدات عمليات تهريب كان يقوم بها الجابري وعنصر آخر يدعى أنس العلياني في وقت لا زال فيه التوتر يسود الموقف في المنطقة ويعد المدعو عبدالوالي الجابر أبرز القيادات التي سهلت لميليشيا الحوثي عملية اجتياح مدرية المسراخ في العام الفين وخمسة عشر إلى صعدة حيث فضت ميليشيا الحوثي اعتصاما سلميا لقبائل آل الخراشي محضة بمدرية الصفراء أقاموه احتجاجا على نهب أراضيهم مصادر محلية قالت ليمن شباب إن الميليشيا الإرهابية فضت اعتصاما سلميا بقوة السلاح بمنطقة غلفقان مدرية الصفراء وحطمت وأحرقت الخيام التي نصبها المحتجون كما باشرت الميليشيا بالاعتداء على المحتجين وشنت حملة اختطافات طالت العشرات منهم واقتادتهم إلى جهة مجهولة وكانت ميليشيا الحوثي قد أقدمت على نهب مساحة واسعة من الأراضي للأهالي في منطقة غلفقان وحولتها إلى ساحة لمناسباتها السلالية في ملف الجوف رصدت لجنة حكومية قرابة ستة آلاف انتهاك ارتكبتها ميليشيا الحوثي الإرهابية بحق الأهالي خلال النصف الأول من هذا العام وشملت الانتهاكات المرصودة من قبل لجنة الحقوق والإعلام سبع عشرة حالة قتل وإصابة من بينها ثلاث حالات قتل مباشر وأربع حالات قتل بانفجار الألغام وذكرت اللجنة في تقرير اليوم الخميس أن بقية الانتهاكات توزعت بين الإخفاء والتهجير القصري وإطلاف المركبات واستلاء ميليشيا الحوثي بالقوة على نحو ستة آلاف هكتار من الأراضي الزراعية التي تعود ملكيتها إلى مواطنين من أبناء قبيلة ذو محمد وقال رئيس لجنة الحقوق والإعلام صالح جمالة إن ميليشيا الحوثي مستمرة في ممارسة الانتهاكات ضد السكان والتي كان آخرها الحصار الذي تفرضه منذ خمسة أيام على الأهالي في منطقة السيل شرق الحزم وقيامها بترويع السكان والأطفال والنساء بدواع واهية هذا وأطلقت السلطات في محافظة الجوف نداء إلى مجلس القيادة الرئاسي والحكومة بسرعة إسناد قبيلة بني نوف التي تواجه حصاراً تفرضه ميليشيا الحوثي الإرهابية منذ ستة أيام وقال وكيل المحافظة سينان العراقي إن قبائل بني نوف تواجه حصاراً وعدواناً غاشماً من ميليشيا الحوثي المارقة بهدف إذلالها وانتقاماً من مواقفها الرافضة لهذه الميليشيا داعياً مجلس القيادة إلى إرسال دعم مادي وعسكري سريع قائلاً إن الوضع في الجوف حرج جداً ولا يحتمل التأخير يأتي تصعيد الحوثيين ضد قبائل بني نوف على خلفية مقتل أحد قياداتها يوم السبت الماضي في اشتباكات مع مسلحين قبليين في وقت تداعت فيه قبائل المحافظة لتدارس الموقف ضمن جهود الدفاع عن أعراض وحرمة منازلهم وأسرهم هذا وقالت مصادر محلية إن الميليشيا تقوم بأعمال تحشيد إلى تخوم مناطق قبيلة بني نوف بتوازي مع حصارها المستمر على عزلة السيل شرقية الحزم منذ ستة أيام وأشارت المصادر إلى تواجد قيادات كبيرة على رأس الحملة التي تقوم بها الميليشيا ضد القبائل بينهم المدعو أبو علي الحاكم وهاشم الغماري وأبو بدر زرعة وتطالب الميليشيا قبائل بني نوف بتسليمها أحد عشر شخصاً تتهمهم بقتل القيادي الحوثي المدعو عقيل المطري في حين تقول القبائل إن من تتهمهم الميليشيا بالحادثة غيروا موجودين في أراضيها وانتقلوا إلى مناطق سيطرة الحكومة وأن المتهم الوحيد الموجود سلم نفسه المصادر قالت إن هدف الميليشيا ليس تسليم المطلوبين بل تركيع قبيلة بني نوف لتكون عبرة لباقي قبائل الجوف حتى تذعن لها وتخضع لتوجيهاتها في ملف الجوف أيضاً دعت منظمة رايتس رادار ميليشيا الحوثي الإرهابية إلى الكف عن الممارسات التي دفعت عشرات من قبيلة ذو زيد في مديرية بارة العنان شمالية غرب المحافظة إلى الهجرة القصرية وطالبت المنظمة في بيان بفتح طرق آمنة لوصول المهجرين والنازحين إلى حيث يريدون النزوح بشكل اختياري معربة عن استغرابها من المعلومات المتداولة حول منع ميليشيا الحوثي في نقاط تفتيش النازحين والمهجرين من الوصول إلى مأرب ويوم الثلاثاء الماضي هجرت ميليشيا الحوثي عشرات الأسر من قبائل ذو زيد من مديرية بارة العمان العنان عفواً شمال غربي الجوف بهدف السيطرة على أراضي القبائل بالقوة مصادر محلية قالت إن الميليشيا الحوثية في نقاط أو نقطة مزوية بالقرب من سوق الاثنين منعت الأسر التي هجرتها من موطنها الأصلي أثناء محاولتها النزوح باتجاه مأرب نتحول إلى محافظة عمران حيث توفي مختطف بسجن حوثي في ظروف غامضة فيما رجحت مصادر حقوقية تعرضه لعملية تعذيب امتداداً لسلسلة وقائع مماثلة وثقتها تقارير حقوقية في سجون الميليشيا الإرهابية الحادثة التي وقعت يوم أمس الأربعاء راح ضحيتها أحد أهالي مديرية ثلة اختطفته الميليشيا على إثر معارضته قرارات فرضتها تتعلق بحفلات الزواج وقالت مصادر حقوقية أن الضحية محمد عبد الله الربوعي توفي بسبب نوبة قلبية ألمت به في المعتقل الحوثي المصادر أوضحت أن الميليشيا اختطفت نجلة ضحية ورفضت الإفراج عنه شرط احتجاز والده بديلاً عنه والذي توفي بعد ثلاثة أيام من دخوله المعتقل في شبوى انتقد قائد قوات الأمن الخاصة السابق العميد عبدرب لعكب الأوضاع التي آلت إليها المحافظة منذ إخراج قوات الحكومية وسيطرة تشكيلات المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات وكان لعكب يتحدث في منشور على فيسبوك بعد مرور عام على ذكرى المؤامرة التي قال إنها حيكت ضد قوات الأمن الخاصة في شبوى وقوات النجدة والقوات العسكرية من الجيش الوطني في المحافظة واتهم القائد السابق لقوات الأمن الخاصة الانتقالية ومحافظة شبوى الحالي عوض الوزير بتلفيق الأكاذيب والتهم الكيدية ضد القوات الحكومية قبل شن حملة عسكرية ضدها من قبل تشكيلات تتبع الانتقالي وتدخل فيها الطيران الإماراتي وقال القائد العكب إن الانتقالي والمحافظة الوزير حولوا شبوة إلى جحيم لا يطاق العيش فيه بعد أن كانوا ععدوا سكانها بمدينة أفلاطون الفاضلة وكانت القوات الحكومية اضطرت للانسحاب خارج المحافظة بعد مواجهات مع تشكيلات عسكرية تتبع الانتقالي في مدينة عتق تدخلت فيها المسيرات الإماراتية فجرت أطماع الرياض وأبوظبي في اليمن صراعا بين الحليفين الذين تدخلا لإنقاذ اليمن من ميليشيا الحوثي وإعادة الشرعية غير أن المؤشرات تذهب الآن باتجاه إبقاء اليمن ساحة للصراع بين الحليفين المنقذين للشرعية محمد بن سلمان ومحمد بن زايد بين الصداقة والخصومة ومن التحالف إلى العداء وكل ذلك متعلق باليمن فهو الملف الذي جمعهما في تحالف وثيق واليمن هو من حولهما إلى العداء وفق ما ذكرته صحيفة والستراتجورنال الأمريكية في تقريرا صلطت الضوء فيه على تصاعد حدة الخلاف بينهما واصفة إياهما بالأعداء وهو وصف للأصدقاء وقد أصبحوا أعداء تشير الصحيفة إلى أن المملكة والإمارات تظهران المزيد من القوة وتتصرفان بشكل أكثر عدوانية تجاه بعضهما البعض في المنطقة بشكل عام واليمن هو خط المواجهة الأول والأكثر نشاطا في أثناء اندلاع الأزمة الخليجية التي استفت فيها الرياض وأبو ظبي ضد الدوحة وشجع محمد بن زايد حليفه بن سلمان على الذهاب إلى أقصى حد في عدائه لقطر وفرض حصارا شاملا عليها حتى وصل حد طرد الإبل التابعة لقطر من الرعي في الأراضي السعودية في تلك اللحظة لم يكن بن زايد مدركا أنه يحكم على نفسه بنفس الحكم الذي حكم به على قطر حين شجع الرياض عليه فها هو محمد بن سلمان وقد أصبح الحاكم الفعلي للسعودية يتواعد اليوم أمام مجموعة من الصحفيين السعوديين بأنه سيفعل بالإمارات أسوأ مما فعله بقطر قبل أشهر ذكرت وولستريت أن ولي العهد السعودي أرسل إلى الإمارات قائمة بالمطالب وحذرها من أنه إذا لم تتماشى مع صف السعودية في ملف اليمن وداخل منظمة أوبك فإن المملكة مستعدة لاتخاذ خطوات عقابية مثل ما فعلت مع قطر وأسوأ من ذلك يقول محمد بن سلمان إن الإمارات طعنت بلاده في الظهر وربما أراد القول إن محمد بن زايد طعن السعودية في اليمن لكن ولي العهد السعودي يتواعد ويهدد أبو ظبي ويؤكد أنه سيري الإماراتيين ما يمكنه فعله بهم وفقا لأشخاص حضروا الاجتماع الصحيفة الأمريكية وهي تتحدث عن أسباب ودوافع تصاعد الخلاف بين بن سلمان وبن زايد أشارت إلى وجود تباين في مصالح الإمارات والمملكة في اليمن فالإمارات تواصل دعم حركة انفصالية وقعت اتفاقا أمنيا مع الحكومة اليمنية يمنحها حق التدخل في اليمن واعتبرت السعودية ذلك بمثابة تحدي للسراتيجيتها في اليمن كما يهدد ذلك بتقويض الجهود المبذولة للحفاظ على وحدة البلاد أقيم في مدينة مارب اليوم الخميس العرس الجماعي الثاني لـ 42 عريسا من أبطال الجيش الوطني والمقاومة بأمانة العاصمة نظمه مجلس التعبئة والإسناد الشعبي بدعم ورعاية رئاسية من هيئة الأركان العامة الاحتفال الكبير الذي حضره عدد من المسؤولين والقيادات العسكرية والشخصيات الاجتماعية وجمع غفير من أهالي العرسان وأشادت كلمات الحضور بما يقدمه المجلس من إسناد مادي ومعنوي وبشري للجيش ودعم ملاحمه البطولية في مواجهة ميليشيا الحوث الإرهابية من جهته اعتبر وكيل أول أمانة العاصمة أمين عامي مجلس الإسناد عبد المجيد الجرف اعتبر العرس تعبيرا عن قوة وصمود الحاضنة السبائية والاستفاف الشعبي خلف الجيش الوطني ودليلا واضحا على اعتزازهم بدور وتضحيات الأبطال المرابطين على أعتاب الدولة الاتحادية المنشودة دعت منظمة حقوقية يمنية إيرتيرية إلى احترام الاتفاقية المبرمة بين البلدين والخاصة بتنظيم الصيد التقليدي بينهما على وقع انتهاكات ترتكبها قواتها ضد الصيادين اليمنيين جاء هذا في بيان لمنظمة رايتس رادار رحبت فيه بإفراج إيرتيريا عن 86 صيادا يمنيا تحتجزهم في الغالب أثناء ممارستهم الاستيادة في المياه الإقليمية لليمن كما طالبت المنظمة الحكومة اليمنية بالتدخل العاجل لوقف الانتهاكات التي تقوم بها القوات الإيرتيرية في سواحل البلاد الغربية وكذلك التدخل لدى الجهات المعنية في دولة إيرتيريا لإطلاق بقية الصيادين ووضع حد للانتهاكات التي يتعرضون لها من حين إلى آخر شدد مجلس القيادة الرئاسي في اجتماع اليوم الخميس على ضرورة تأمين الحصص الكافية من الوقود لتشغيل المنظومة الكهربائية بالتوازي مع تدهور الخدمة في عدن ومحافظات أخرى في الجنوب وأكد المجلس التزامه مع الحكومة في الوفاء بالمسؤوليات الكاملة لتعزيز الاستقرار النقدي والمالي وتحسين وصول الدولة إلى مواردها العامة والمضي قدماً في الإصلاحات الشاملة المدعومة من المجتمع الدولي وأطلق مجلس القيادة تطمينات بوضع معالجات لضمان استمرار الوفاء بالالتزامات الحتمية بما في ذلك دفع رواتب الموظفين والاعتمادات اللازمة لاستيراد السلع الأساسية بدعم سعودي وإماراتي هل بات مجلس القيادة والرئاسي والحكومة في وضع يمكنهم من مواجهة الحرب الاقتصادية الحوثية حيث أشار مراقبون إلى أن تصريح وزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري هذا الأسبوع من حضر موت بتحركات لتأمين تصدير النفط قد يعني استعادة الحكومة لزمام المبادرة يشهد الاقتصاد اليمني تراجعا على مختلف الأصاعدة جراء توقف الصادرات وتشتت الموارد المحلية إلى جانب حرب اقتصادية حوثية التضغط باتجاه انهيار قيمة العملة الوطنية في المناطق المحررة فاقمت الحرب الحوثية التي تقودها ضد الطبعة الجديدة من العملة في المناطق المحررة في تدهور قيمتها وهو ما ألقى بتداعيات نأسلبية على الوضع المعيشي لليمنيين نتيجة ارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية وتضخم أسعار الخدمات تمعن ميليشيا الحوثي في حربها الاقتصادية في ظل تبلد حكومي تام اتجاه ما يحدث الأمر الذي دفع بالبعض لمطالبة المجلس الرئاسي بإصدار قرارات لمجابهة الحرب الاقتصادية ومن ضمنها وقف الاستيراد عبر ميناء الحديدة والعودة لتنفيذ القرار رقم 75 بشأن استيراد المشتقات النفطية وتقنين عملية الاستيراد حيث لا تتم إلا عبر المناطق الشرعية والمنافذ الرسمية ويطالب اقتصاديون بضرورة إصدار عقوباتنا صارمة ضد الكيان والشخصيات التجارية التي تعمل لصالح الحوثية ومعالجة الاختلالات الاقتصادية والاستمرار في عملية الإصلاحات خصوصا ما يتعلق بضرائب كبار المكلفين وقطاع الاتصالات ومكافحة التهريب الضريبية وضبط وتحصيل الإرادات وتوجيهها إلى أوعيتها الرئيسية وتعد الحرب الاقتصادية في اليمن إحدى صور الحروب التي تشنها مليشيا الحوثي على موظفية الدولة والمؤسسات العامة في القطاعين الحكومي والخاص هناك حيث تمارس إجراءاتنا التعصفية بحق موظفية الدولة والمؤسسات والشركات التجارية في القطاعين الحكومي والخاص واعتدت مليشيا الحوثي ممارسة إجراءاتنا التهدف من خلالها التضييق أكثر على مختلف الأنشطة الاقتصادية التي من شأنها أن يدفع إلى كارثة اقتصادية التمس القطاع الاقتصادي وتؤثر في توازن السوق وتؤدي إلى توقف استيراد البضائع والإخلال بالمخزون إضافة إلى نزوح وهجرة رأس المال الوطني بحثا عن ملاذات آمنة تجددت مظاهر الغضب الشعبي في العاصمة المؤقتة عدن تدادا لاحتجاج مندد بتدهور الأوضاع المعيشية وانهيار العملة الوطنية في ظل غياب أي دور للحكومة ومجلس القيادة الرئاسي وشهدت مديريتا الشيخ عثمان وكوريتر احتجاجات مساء الأربعاء طالبوا فيها الحكومة بالتدخل لوضع حلول جذرية تنهي معاناتهم بسبب تدهور الخدمات وتراجع العملة كما طالبوا التحالف بالوقوف إلى جانب الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي والوفاء بتعهداتهم لدعم العملة الوطنية وشارك المنتدى الثقافي العدني في جانب من تلك الاحتجاجات بوقفة أكدوا فيها رفضهم شعارات الكذب والتضليل والعنصرية والكراهية والإرهاب الفكري والجسدي وحمل المحتجون التحالف مسؤولية الانهيار الاقتصادي إلى جانب الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي الذي قال إنه لم يتخذ أي إجراءات لوضع حد للأوضاع المتدهورة جراء انهيار العملة أمام العملات الأجنبية هبطت في مطار الغيظة الدولي بمحافظة المهرة أولى الرحلات الداخلية قادمة من مطار الريان في حضر موت وذلك بعد توقف دام ثماني سنوات وقال وزير النقل عبدالسلام حميد إن تجشين الرحلات الداخلية من مطار الغيظة يأتي تمهيدا لجدولة رحلات خارجية مستقبلا لكل من مطار الغيظة والريان وسقطرة من جهته أعرب محافظ المهرة محمد علي ياسر عن أماله في استمرار تشغيل الرحلات الجوية من مطار الغيظة الدولي للتخفيف من أعباء السفر وكان رئيس مجلس القيادة رشاد العليمي قد قال في اجتماع للمجلس اليوم الخميس إن استئناف الرحلات الجوية إلى مطار المهرة من شأنه تحفيز الأنشطة الاستثمارية في محافظة حضر موت استقبل أهالي مدينة تريم العام الهجرية الجديد بفعاليات ثقافية من الفلكلور الشعبي وشهدت الفعاليات تقديم عدد من الألعاب الشعبية وطباخة واجبة الشوربة التي تحضر خصيصا لهذه المناسبة إلى جانب ترديد أهازيج تراثية وفعاليات دينية بألوان الفرح الممزوج بتراث الماضي يستقبل هؤلاء عامهم الهجرية الجديد تقص احتفائية اعتاد عليها أبناء أحياء مدينة تريم في محافظة حضر موت أهازيج شعبية وألعاب موروثة كالزربادي والبني مغراه تضفي حياة على بوابة العام الجديد هذه الفعالية اليوم رأينا العديد من الأنشطة والفعاليات أو ربما الألعاب الشعبية التراثية التي أقامها الشباب أو ملتقى شباب حارة الحداد أو حافة الحداد الطوع بالنويدرة بالتعاون وتنسيق مع مكتب الثقافة المديرية تريم وكذلك حوت الفعالية على العديد من العاب الشعبية وكذلك أبريت على خطى الأجداد الذي يجسد ما قدمه الأجداد في الفترة الماضية ومشى على خطاه الأحفاد هناك العديد من العاب الشعبية التراثية التي يقيمت في هذه الفعالية التي تأتي احتفاء بقدوم العام الهجري الجديد في الجانب الآخر من الفعاليات تحضر طبخة الشربة المطعمة باللحم والخضروات وبنسق شعبي في طريقة الطبخ يشارك الأهالي كل بما جادت به نفسه من مكونات يلتف أهالي الحي حول قدر واحد في لوحة من الألفة والتفاؤل بعام تملأه البركة والعافية نحن الآن ما يقارب الثمانة عشر سنة في البداية كانت تقام بقدر صغير فاليوم نحن بقدر كبير لعدة أشخاص بس بالعدد الكبير اليوم الفعالية رسمت اتسامة طيبة لجميع المشاركين بتنوع جميل من حيث الفقرات من حيث المشاركات من الشعراء من المشاركين الرقصين أيضا تكاثفت فيها الجهود الشبابية التطوعية التي تحمل هم خدمة التراث وهي هذه العادات من جميع الشرائح العقال الشباب الأطفال مع قرب وقت المغرب تنضج وجبة الشربة وتبدأ مراسيم التوزيع على الحاضرين وبيوت الحي في مشهد آخر يستدعي أيام الأجداد وما تحمله حقبتهم من الموروث الذي يكاد ينبثر في ظل حياة اليوم المتسارعة عام ينقض إذن وآخر قادم يأمل هؤلاء أن يكون مختلفا ويحمل لهم الخير والبركة عبدالله مومن يمن شباب حضر موت عام هجري مبارك لكل اليمن نهاية النشرة نذكركم بأبرز عنوينها مجلس القيادة يحذر الحوثيين من التمادي في الاعتداءات ويؤكد جاهزية الجيش للردع ومحور تعز يؤكد فشل الحوثي في اختراق مواقعه سلطات الجوف تطالب بإسناد قبيلة بن نوف في مواجهتها ضد الحوثي وتقرير يرصد ألاف الانتهاكات الحوثية خلال نصف عام والرئاسي يتعهد بالوفاء بالتزامات الدولة والمضي في برنامج الإصلاحات الشاملة دمتم ودام اليمن بألف خير إلى اللقاء اشتركوا في القناة